اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وساطة كانت محل حفاوة وترحيب من قبل القيادة السعودية وبعد رفعها لخادم الحرمين الشريفين امر على الفور بارسال طائرات خاصة للخطوط السعودية الى مطار الدوحة لنقل الحجاج القطريين على نفقته الخاصة بالاضافة الى اسدار قرار السماح بدخول الحجاج القطريين الى السعودية عبر المنفذ البري لاداء مناسك الحج وبدون تصريحة الكترونية تسهيلات غير مسبقة للحجاج القطريين لكنها لم تكن كافية ربما لهدي السلطة القطرية فاشار وزير خارجيتهم الى ما اسماه بغياب الية استقبال الحجاج القطريين ولم تمضي ساعات على تصريح الوزير القطري حتى جاء الرد بعفوية من حج قطري وهو جالس في الجانب السعودي الاجراءات اسهل من السهل جدا وليست معقدة بل وجدت ان خدمونا من الباب الى ان وصلنا المخرج النهائي بكل احترام وتقدير وسلاسف الاجراءات وما اخذنا تقريبا يمكن اقل من 20 دقيقة رحل من رحل من حجاج قطر عبر المنفذ البري لكن سياسة قطر لتزال تحاول بشتى الطرق ان توظف الحج فاقدمت على منع هبوط طائرات الخطوط السعودية القادمة خصيصا لنقل الحجاج واوضح مدير عام المؤسسة العامة لخطوط الجوية العربية السعودية صالح الجاسر انه تعذرت على الخطوط السعودية وحتى الان جدولة رحلتها لنقل الحجاج من مطار حمد الدولي بالدوحة بسبب منع السلطات هناك من جانبه عبر الشيخ عبدالله بن علي الثاني عن اسفه بعد رفض السلطات القطرية منع نقل الحجاج القطريين عبر الطائرات السعودية من الدوحة لأداء الحج وغرد الشيخ عبدالله عبر حسابه في تويتر بانه يأمل من الاخوة في قطر التعاون لتسهيل شعائر الحج للمواطنين هذا التعاون الذي ينشده الشيخ عبدالله لعل الحجاج من قطر في امس الحاجة اليه اكثر من اي وقت مضى فقد اقترب بوسم الحج وماذا تستفيد قطر من المكابرة خصوصا بعدما فشلت فشلا ذريعا في تسهيس فريضة الحج ايام قليلة اماطة اللثام عن هوية من سعى لتسهيس الحج وتدويل الحرمين الشريفين كما كشفت لشعب قطر اولا وللخليج والمنطقة ان التعنت القطري والمكابرة على تحقيق مطالب الشعب القطري الشقيق لأداء فريضة الحج ما هي الا كفة من ميزان على كفته الاخرى رجال ملؤهم الحكمة يعون ما يفعلون ويضعون هم الشعب على رأس اولوياتهم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة